إيه رأيك في قصة النهاردة؟ يعني قصة من القصص برضو المأساوية اللي إحنا عايزين دايماً زي ما حدك كده بتلخي الضوء على القصة نفسها ونشوف لها حل ولكن إحنا دايماً بندق نقص خطر أعطاق من خلال برنامج حضرتك ومن بارك على إن إحنا بنقول للناس بنحذرهم من بعض المشكلات دي عشان هم كمان معوش فيها يعني إحنا نحل المشكلة أو نتكلم على حل المشكلة لصابرين ولكن نوقز الألاف والمئات من صابرين الأخرى اللي ممكن يعقف فيها المخدرات دي إيه أخرتها إيه؟ هو طبعاً المخدرات أخرتها ضمار ولكن إحنا نتكلم أول حاجة هي اللي خليها ما تعرفش إنه بيشرب مخدرات وإنه حياته عاملة كده هو فترة الخطوبة اللي ما استمرتش غير شهر دي كده ما فيش فترة الخطوبة أو فيه كارثة تانية يا دكتور ما بين السطور كده بتقولك مش بيشرب مرتين في اليوم اللي هو الصبح وبريل عشان يعد المزاجه لو بيشرب على طول هو عادي نحن بقينا عادي إنه ممكن حد يشرب الصبح وبالليل عشان يعد المزاجه ويقولك أنا مخدرات مش إدمان هو طبعاً مش طبيعي ولكن هو طبعاً أي حاجة مع الإدمان بيحتاج منها جرعات أكتر فهو لما بياخد الجرعات دي ما بيتكفهوش بعد كده وبيفضل يتمال لأ يعني مجتمع التوك توك ده ممكن يقباله فيه إنه هو يكون بيشرب الصبح وبالليل بس ما يبقاش بيشرب على طول كده بيشرب على طول كده يبقى موت ونخلف من واحد ونعيش حياتنا الزوجية وأنا ما شفتوش طبعاً هو كلمة شهر كمان هي كلمة مش حقيقية لأن الشهر ده مش معناه إنه هم كل يوم مع بعض هو الشهر ده ممكن يكونوا أصلاً شوفوا بعد فيهر مخلص مرات أو مراتين ثلاث لا وحاجة تاني يعني بعد 9 شهور هي مخلفة معقولة يعني الموضوع بالنسبة لها ما خدش وقت خالص إنه حتى ما حاولتش إنه هي تستنى شوية إنما خلفت على طول دخلت بقى في إنه هي بعد الكلام ده كله فائد بقى على قصة المخدرات اللي هو بيشربها اللي ممكن تكون يعني لحسيت له عقله أو عملت له مشكلات ده أنا حتى بتكلم دايماً أقول حتى المتعافين من الإدمان يعني هو كان مدمن ودلوقتي تعافى ما لهم من حقهم طبعاً يرتبطوا من حقهم ولكن أنا مرضو من حقي إن أنا لو لو واحدة بتحب واحد أو عايزة ترتبط بيه وشافته إنه هو كويس دلوقتي إنما لازم تاخد حزارها كويس قوي لأن الموضوع ده هيكون بواص بحاجات كتيرة في مخه مش شرط إنه هو عشان تعافى يبقى هو آه ما بيشربش دلوقتي لكن إيه اللي باص في الحاجات اللي هو كان بيشربها قبل كده عملت له مشكلات النسبة بتبقى كامل كامل المتعافين اللي بيرجعوا تاني لأنه دي حاجة مهمة جدا يعني النسب المخدرات ممكن تكون أكتر من النص لأ أنا قصدي عشان يرجع تاني يعني متعافي بيرجع تاني يعني لو أنا ما كنتش لسه متجوزة وجاي لي بقى حد بتاع مخدراته لك حرام ده ربنا سطروا وبقى كويس وآي كان فكسهم من الشعرات اللي اللي هو نسمعها أنا ممكن أغيره عشان يرجع يعني كام واحد رجع انتكس تاني يعني أنا قلت لأك نسبة ممكن يكون أكتر من النص ممكن يكون أكتر من نصهم بس إحنا مش مشكلة هو رجعه أنا ما رجعش هو ممكن ما يرجعش بس يكون الدنيا أصلا عنده برضه بيضة بعد ما تعافى يعني حد يعني مثلا عمل حاجة بقى وزيت له مثلا حد بيشرب سجار كتير وبعد كده بطل طب هو ده هل منعه أنه هو ممكن يصب أمراض مثلا نتيجة اللي هو شفت الكلام ده عندك في العياد يا دكتور يعني هو أكيد بيجي حاجات زي كده كتير وأكيد مركز الإدمان مليانة بأمور زي كده وكمان بعد ما بيودوهم بعد ما بيتعالجوا بتصرف عليهم ألفات بيرجعوا انتكسوا تاني ويرجعوا أحيانا يهربوا أحيانا يكسروا يبوازوا رغم أن أهلهم مودوهم علشان نا وستاتهم بتباية اللي بتشتغل في البيوت أحيانا أنا أنا شفت القصة قداميه كده بتباية آه عمالة يعني بتجيب له مش عرفها بتجيب له لبن ما عفش بشربوا لبن كتير ليه ويعني العمالة تدفعه في الآخر بينتكس آه طبعا هو الأسف هو ده اللي هما بيعتقدوا بعض الاعتقارات الخاطئة اللي هما بيلاقي اللي حد تشير إليه فهما بالنسبة لهم حياة وضع عايشين فيه بالمخدرات وأنه هما بإدارة